بعد أيام من الهجوم على منزله في المنطقة الخضراء زار رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي مدينة الصدر في بغداد في رسالة ذات وجهين زيارة المدينة التي تمثل حاضنة للتيار الصدري بزعامة بقتدى الصدر الحليف الأقرب للكاظمي رأاها مراقبون مغازلة سياسية واضحة للتيار الذي تصدر نتائج الانتخابات حيث يرغب الكاظمي بالدخول تحت عباءة الصدر سعيا للبقاء في منصبه فيما تظهر الرسالة من وجهها الآخر بأنها أكثر ما يمكن أن يقدمه من تحدي للميليشيات التي استهدفت ويبدو أن الأزمة التي عصفت بالعملية السياسية بعد الصراع الذي احتدم بين شركائها تتجه نحو سيناريو آخر بعد شعور الميليشيات الأقرب لإيران بأنها خسرتها لصالح الكاظم والصدر إثر الإدانات الدولية لمحاولة الاغتيال حيث لوح هاد العامري رئيس تحالف الفتح الذي يمثل المظلة السياسية لميليشيات الحجد بمقاطعة العملية السياسية وممارسة دور المعارضة وفق تعبيره تلويحات اعتاد عليها العراقيون ثم لا يلبث أن ينكشف بطلانها لا سيما وأن المهدد هذه المرة طرف مسلح غير مستعد لخسارة الهيمنة والنفوذ حيث تسيطر الميليشيات على منافذ حدودية وأرصفة وموانئة في العراق عبر الفساد والرشاوة التي تملأ خزائنها فضلا عن التغلغل في مؤسسات الدولة وكسب الأموال عبر الابتزاز وبيع الوظائف والتحكم في التعيينات وصولا إلى ممارسة التجارة وبيع الممنوعات وتهريب النفط كما تحصل تلك الميليشيات على تمويل من الموازنة المالية وهو ما يضع مكاسبها على المحك في حال النأي بنفسها عن المشاركة في الحكومة أو الانسحاب بشكل نهائي من العملية السياسية ويرى خبراء في الشأن العراقي أن التلويح بالمقاطعة لا يعد كونه استهلاكا سياسيا لأن المرحلة الحالية يسعى فيها الجميع للحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب التي تبقيهم في دائرة التأثير كما أن جميع القوى تدرك خطورة الابتعاد عن الشق التنفيذي ودائرة القرار لا سيما القوى التي تعمل وفق أجندة طهران والتي فرضت وجودها في مؤسسات الدولة عبر التغلغل ورسخت سطوتها من خلال الترهيب وقوة السلاح